السلام عليكم سانت كلم اليوم عن اقدم بطارية عرفته البشرية وهي بطارية اصلها عربي يعود الى بلاد ما وراء النهرين فيعني العراق العظيم بلاد الحضارات واستمتعوا بالفيديو ولا تنسوا لايك والاشتراك بطارية بغدادة هو اسم شائع لعدة قطع صنعت في بلاد الرافدين خلال فترة حكم الساسانيين اورثيا سنوات قليلة بعد الميلاد اكتشفت هذه القطع عام 1936 في قرية خوجوت رابيها قرب بغداد العراق اصبحت هذه القطع ذات اهمية كبرى في عام 1938 عندما انتبه لها مشرف المتحف العراقي العالم الالماني ويليم كوني في عام 1940 حرر كوني ورقة يقول فيها ان البطارية تشبه في عملها خلايا جلفانية وربما استخدمت في عملية الطلاء الكهربي لتحويل المواد الذهبية الى فضية واحدة وهذا التعبير مبني على الامكانية الافتراضية واذا كانت النظرية صحيحة فانها ستمحي التاريخ المعروف لاكتشاف البطارية الحالي الذي هو على يد العالم ساندرو فولتا 1800 وهي خلية كهرو كيميائية لأكثر من الف سنة من التاريخ الحالي القطع الموجودة تتكون من جرة رمز تقريبا مئة وثلاثة وثلاثون مليلي متر رمز تقريبا خمسة انش طول فخارية حجم فاها الجرة انش ونصف الانش واصطوانة نحاسية وهي غرفة لعصى حديدية وفي الاعلى تفصل العصى الحديدية عن الاصطوانة النحاسية بختم قارئ او قار الاصطوانة والعصى تتناسب بشكل مريح داخل الجرة التي بها نتوء في الوسط والاصطوانة النحاسية موصلة للماء فاذا امتلئت الجرة بالسائل فان العصى الحديدية سيصيبها السائل وهذه المصنوعات تعرضت للتقصي وعانت من التآكل بالرغم من ذلك فقد ظهرت اثار زوجين كهروكيميائيين وهذا الدليل اعطى الدارسين فكرة ان المواد الحامضية كالليمون والخل كانت تستعمل للتفاعل الكهروكيميائي بين معدنين اشار كونيون ان البطارية يرجع تاريخها الى الفترات يارثيا مائتي وخمسين قدم مائتان واربعة وعشرون متر لكن دكتورة قسم الشرق الادنى جون السنبسون اشار الى انه ليس هناك ادلة او مدونات على وجودها في تلك الفترة لكن تشكيلة الجرة تدل على انها انشئت في عهد اساسانيين مائتين واربعة وعشرين وستمائة واربعون متر